طبعاً هذا الفيلم نزل قبل أكثر من شهرين وأنا ما تكلمت معاكم في اليوتيوب لكن أنا كتبت عنه هذا الفيلم في الإنستغرام وفي أماكن أخرى راح أتكلم معاكم عن هذا الفيلم بشكل تفصيلي جداً هلا وغلا معاكم محمد سيفر ريامي وراح أتكلم معاكم عن فيلم الأمريكي أس تحذير هام مني لبعض المشاهدين قد لا يعجبك هذا الفيلم في الوقت الحالي لكن لا محال سوف يعجبك في المستقبل القريب جداً جداً لأن هذه النوع من الأفلام ممكن تعيش معاك لفترة زمنية أطول ليش؟ راح أقول لكم الفلسفة التي عملها المخرج جوردان بيلي في هذا العمل ليست بشبيهة بالفلسفة التي كانت موجودة من فيلم Get Out حيث أن الفلسفة هنا غامضة والفلسفة هنا موجودة فلسفة الرعب لكن هناك فلسفة أخرى التي هي فلسفة الحياة الاجتماعية والسياسية فكرة العمل تتكلم عن عائلة ويلسون التي تقوم بإجازة إلى سانتا كروز بكاليفورنيا للاستجمام وقضاء وقت مع عائلة تايلر في ليلة يقتحم أربعة غرباء مكان لقامة الأسرة ليكتشفوا أن المقتحمين هم قرناء لهم أي يشبهونهم في كل شيء الشكل والهيئة وطريقة الحديث وكذلك لا يوجد هناك فرق بينهما من ناحية الأجسام لكن الفرق هناك فقط أنهم مرعبين وهناك سر يحوم حولهم كاتب السيناريو ومخرج الفيلم جوردان بيلي اعتمد على هذا الفيلم على شيء واحد فقط من البداية للنهاية ألا وهي كلمة مختلف مختلف في الكوميديا الكوميديا الموجودة هنا كوميديا الرعب مختلفة جدا ليست كما نشاهدها في بعض الأفلام البريطانية المعروفة في الكوميديا الرعب الكوميديا الرعب هنا عالم ثاني مختلف جدا عن عوالم اللي شفناها في أفلام أخرى أيضا الفيلم مختلف التشبيهات التمثيلية في هذا العمل الموضوع اللي كان في البداية شفنا نحن أرانب الأرانب شو معناتها في هذا العمل ما عرفنا نحن لأن في شيء ثاني غير الأرانب تجيك الملابس الحمرة للموجودة على الأشباه اللي هم القرناء للأشخاص الحقيقيين شو معنات اللون الأحمر فممكن يعطيك دلالة كثيرة ممكن يكونهم سجناء سجناء الإعدام فهذا المقصد اللي موجود في هذا العمل أو تشبيهات تمثيله كان جدا مختلف وجدا مغايرة الصف الذي يكونون في القرناء في صف واحد شو معناتها هذا الصف الواحد هل هي الحدود فيما بينهم وما بين بني البشر أو الحدود فيما بين الناس الذين يعيشون في أماكن يعني أماكن الفقر وأماكن أو خط الفقر هذا نكتر نقول عليه وهم عايشين على هذا الخط الفقر والناس ما تساعدهم ففي تشبيهات قوية جدا من هذا المخرج خط صير الفيلم هذا خلاني أندمج معه هذا الفيلم بشكل جدا رائع ما خلاني أتملل بأي لحظة من اللحظات لأنني أنا متأكد أن من بداية العمل إلى نهايته أنا كل مرة راح أشوف حاجة مختلفة وحاجة غريبة الحاجة الغريبة هذه هي اللي بتخليني يعني أتنفس أكثر مع هذا الفيلم وأهتم أكثر مع هذه الأحداث عساس أني أشوف شو راح يحصل في الحدث الآخر فهذا الشي كان جميل جدا وموفق جدا في كتابة السيناريو من جوردان بيلي كذلك حركة الكاميرا الأنيقة والمثالية وخاصة في اللقطات الليلية كان جدا رائعة اختيارات جوردان بيلي لطاقم العمل هذه المرة مفاجأة صراحة وأنا أقول مفاجأة مش فقط على أساس أنهم مثلين غير مهمين للصناع السينما الأمريكية في الوقت الحالي بعدين راح يهتمون فيهم صناع الأمريكيين المنتجين الكبار ليأخذهم في أعمال أخرى مستقبلا الفنانة الكينية لوبيتا نيونجو اللي شفناها في فيلم سبع سنين عبودية سيفن يير سليفز اللي خلت عليه أوسكار أفضل مثلة مساعدة أنا ذاك كانت مختفية عن الأضواء من بعد هذا الفيلم مع أنها خلت الأوسكار لكن أضاء لها الطريق مرة أخرى جوردان بيلي في هذا الفيلم أدت دور شخصيتين بشكل مختلف جدا وشكل عكسي طردي كبير جدا ما تقدر تشعر أن هذه هي نفس الشخصية الموجودة في شخصية الرعب وشخصية الإنسان العادية والبسيطة مختلفة جدا فأداها كان رائع عيونها تتكلم أكثر من فمها ملامحها اللي فيها الرعب ترعبك وملامحها اللي فيها البؤس تعطيك الإيحاء ذلك البائس كل شي فيها جميل صراحة هذه المثلة موفقة جدا وتستحق تكون من المثلات المهمات هذه السنة في ترشيح لجواز القادم إن شاء الله لهذا العام أعجبني دور الطفل إيفان أليكس أيضا في هذا العمل تحس إنه هو النسخة المصغرة للوبيتا يعني عطوه أيضا دور مهم في هذا العمل وكان عاكس مهم لأدوار الرئيسية في هذا العمل أنت تشوف إن دور الأم جميل أيضا دور الطفل جميل وكان الفنان موريستن ديوك في هذا الفيلم هو رمز الكوميديا في هذا العمل هو ممكن اللي يعطي هذا الفيلم جرة جرة البلاك كوميديا أو الكوميديا السوداء عن طريق هذا الممثل صراحة أنا ذهل جدا من هذا العمل اللي هو فيلم أص هذا الفيلم ما يعتمد على موضوع أن يجب أن تكون هناك معضلة ويجب حل هذه المعضلة وهذه الأمور اللي أنا شوفها تجيب العاهة الفنية والعاهة في كتابة السيناريوهات السينماية يجب أن يكون هناك أيضا اختلاف يجب أن يكون هناك في موضوع مغاير المغاير الموجودة في هذا الفيلم والنهاية التي تعطيك إحاءات نهاية طبعا مفتوحة تخليك تفكر في عدة أمور وتخليك تفكر في عدة أشياء وتقول في نفسك ليش هذا الشيء يصير وليش صار هذا الشيء تساؤلات كثيرة تجيك هذه التساؤلات تخلق الإبداع تأتي من سبب الإبداع الذي عملها المخرج جوردون بيلي عن طريق هذا الفيلم فأنت رح تندمج مع هذا العمل حتى بعد نهاية العمل تفكر فيه حتى في خلال يوم يومين من بعد مشاهدتك ليش صارت هالأمور كلها طبعا هذا الكلام أنا أقول عن نفسي وأقول عن الناس اللي اندمجت مع هذا العمل وأنا متأكد أن هناك فيه ناس ما اندمجت مع هذا العمل وحتى ينتهي معها والسلام وممكن يذمون هذا الفيلم ذم كبير لأنه فيه ناس ما رح تتفق مع هذه الأمور لكن أنا حاولت أني أبسط لكم بطريقة الخاصة بقراءتي عن هذا الفيلم على أساس أنه أبيلكم ليش هذا الفيلم هو فيلم جيد ودائما وأبدا لازم مشكلة الأفلام لازم تكون مفهومة أو معروفة يعني الفيلم إذا كان مفهوم معروف يعني فيلم بسيط ومبسط وأكثر الأفلام هاي تكون أفلام سطحية يعني لا مو بلازم مو شرط يعني ففيه أشياء في هذا العمل يعني مثلا الرقم اللي كان يجيك 11 11 شو معناته في هذا الفيلم أنا بالنسبة لي أنا أعتبر معناته يجب أن نكون موحدين وغير متفرقين هذا في اللي حائل موجود في هذا العمل فأشياء كثيرة ممكن تجيك فكرة أخرى أو تفكر في حاجة أخرى في هذا العمل فهذا الشيء يعني جميل جدا أنك أنت تبحث وتبحر في هذا العمل فيلم نحن أو فيلم أساس نعتبره فيلم بعيد عن القيود المعتادة على الأفلام التي فقط تصنع لجلب الربحية السريعة بل هو فيلم صنع لكي يتفاهم مع الشعور الذاتي للإنسان اللي يحب يشوف نوعية مختلفة من الأفلام على أساس أنه ما يشوفها فقط بل يقراها أيضا ويتفهمها حتى بعد نهاية العمل يحاول يقرأ سيناريو العمل على أساس أنه يتفاهم أكثر وأكثر شو هذا الفيلم وليش نصنع بهذا الشكل أنا أعتبر من الأفلام القوية والأفلام المهمة التي نزلت فيه هذا العام من هوليوود وهذا الفيلم بلا شك أنا ما ينزل عني أقل من 4.5 من 5 لمن فاته هذا الفيلم أنا أنصح يشوف هذا الفيلم خاصة للناس اللي تحب تشوف أفلام مغايرة وفلام مختلفة واللي هم عشاق السينما يشوفون هذا الفيلم والشخص اللي ما شاف هذا الفيلم يشوفه أيضا وإذا ما عجبه هذا الفيلم يكتبوا لي في الكوميت ليش ما عجبه هذا الفيلم وإن شاء الله أنا راح أرد على أي سفسارات من سفساراتكم ولنا لقاء قريب إن شاء الله كان معكم حمد سيفن الريامي السلام عليكم ورحة الله وبركاته شو الأسباب اللي تخليني أنا أيضاً عجب ثلاثون هشام